أهلا وسهلا بكم طلابنا صف الثالث الابتدائي توضيح بسيط أكثر رسالة قاعد تجينا أنت اللي تريد انشر صف الثالث الابتدائي يعني مرحلة مهمة أول شي بالعكس ذلك مرحلة جدا مهمة لأن لازم نبدي من الأساس هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية يعني طلابنا الأعزاء مثل ما أنتم تردون نجاح يعني بقين الطلاب أيضا يردون نجاح و احنا قلنا لكم و احنا عملية الشرح المواد يصير حسب الطلب يعني حتى لو يقولوني انشر الصف الثالث الابتدائي أيضا رح انشر لهم طيب العديد المرسال أيضا قاعد يجينا حول الصف الخامس الاعدادي ليش ما تنشر للخامس اعدادي عزيز الطالب خامس اعدادي انت قل لي شين الموضوع اللي تريده و انا انشر لك لكن تريدني ان انشر على كل الكتاب هذا امر يعني نقول صعب جدا السبب لأن الخامس اعدادي او الرابع اعدادي او الثاني متوسط او الاول متوسط طريقة الشرح المواد للكتاب تعتمد على الاستاذ شلون يعني يعني مثلا تاكي كوستشن السؤال الذيلي تدرون انه اغلب الاساتذة مو اغلب الاساتذة نعم يوافقون عليها اغلب الاساتذة يوافقون عليها لكن تدرون ان بعض الاساتذة القلة يقولون هذا لا نحتاج من التمارين اكو اساتذة يأخذوهم اكو اساتذة ما يأخذوهم اكو مواضيع اساتذة يقولون عليهم هاي مهمات و اكو اساتذة يقولون عليهم هاي موهمات فهنا نشرح الاشياء لان اسادس يبيب التدرون اسادس مضاء ماده وزاريه احنا نراحنا نشرحها نبيه النهايه فهنا نحتاجين الاطلاب ان ينتبهون عليها طيب نجي الآن حتى ما نضيع وقت طلعب العزاء واليوم مادة شوية طويلة واحتمال نتأخر بيها على المعموم احنا اليوم عندنا الفصل ما زلنا بالفصل الثاني واليوم راح ندرس الدرس السادس اوكي درس السادس اللي هو موجود في صفحة 32 خلينا نجي هنالا اليوم يتكلمون عن عمل الطبيب العمل في المستشفى يكون بيزي يعني متعب العمل في المستشفى متعب او بيزي هسبيتل في مستشفى مشغولة جدا يقول هنا العديد من الناس نحن نعرفهم هابين تو هسبيتل كانوا في المستشفى ذهبوا في المستشفى او لرؤية الطبيب لكن لكن هل انت احيانا تفكر حوله كيف يبدو العمل في المستشفى وكيف انه يبدو العمل في المستشفى نجي الى قصة الدكتور طيب هس هاي القطع اللي احنا قريناها بها الشي لا هاي ما بها الشي يقدر تطالب انه ما يعتبد عليها ما بها شي مهم فنجي هنا ننجي على المقطع الاول يقول هنا اكو مقابلة سووها مع طبيب ماذا انت تفعل كل يوم فرض عليهم الطبيب قالهم ايام ادكتور انا طبيب ا Young doctor انا طبيب قلبية او سيرجن او جراح طيب وطور الصندية من الاحد طو ثيرسدti الى الخميس اي وواك انا اعمل In hospital في المستشفى او ا انا ارتدي زي الموحد وإنه أبيض كتن قطني أبيض معطف أبيض نحيفة يعني نصيرها خفيفة شفافة خفيفة أبيض أو أزرق وشاح وشاح مثل ما نقول علي الرب طيب يبسوه هنا بس هنا مام لابسي يعني تقريبا مثل هذا زيان I look أنا أعتني I look after أعتني my patients بمرضاي where I try وأحاول to make them better أن أجعلهم أفضل زيان I get up أستيقظ very early مبكرا جدا because بسبب I usually عادة do operations أقوم بالعمليات in اللي هي شنو هاي المعلومات المعلومات اللي هنا ماذا يرتدي الطبيب يرتدي يونيفوم الزي الموحد ركزونا عليها الزي الموحد هي white بيضاء معطف هل تركزونا عليها طيب متى يقومون بالعمليات يقومون in the morning في الصباح هذه الأشياء المهمة محتاجنا الطلاب أن يركزونا عليها طيب ننتقل إلى المقطع الثاني هنا سئله سؤال هل وظيفتك صعبة يعني وظيفة الطبيب يقول أنا أعمل مع فريق صغير هذا يعمل مع فريق صغير من أطباء آخرين عند أطباء وممرضات يعمل مع فريق صغير من الأطباء والممرضين نحن عادة مجهولين جدا أنا غالبا أعمل عديد من الساعات بعض الساعات تستغرق وقت طويل ربما خمسة أو سس ساعات إنها صعبة جاب وظيفة إنها وظيفة صعبة but I love it أنا أحبها طبعا للإنسانية يعني مو عن المدير الفلوس طيب نجي أيضا النشالات المهمة هنا اللي لازم يركزون عليها الطلاب I walk with this multi إنه يعمل مع فريق صغير ما هم هذا الفريق اللي هم الأطباء والممرضين زياد نجي إلى المقطع الوراء نعم نجي إلى المقطع الوراء هذا المقطع أوكي What are you doing now وماذا أنت تعفعل الآن شو سويت هسي عينين يقول today اليوم السنداء اليوم السبت and it is my weekend وإنه عطلتي طيب نحن قلنا يشتغل من الأحد للخميس وعند جمع سبت عطلة I am not working أنا لا أعمل in the hospital في المستشفى I am spending أنا أقضي أنا أقضي وقتا with my family مع عائلتي we are shopping نحن نتسوق in mall من المال today واليوم we are looking for winter clothes واليوم نحن نبحث عن ملابس الشتاء my son ابني buying warm denim jacket ابني حاولي نشتري citra cobay نحن نجلنا هذا الدنم نحن نلاقي مش بس نحن نصيح لكوباي في مجتمعنا daughter وابنتي buying thick sweater وابنتي تشتري بلوزة سميكة I am وأنا buying أشتري comfortable shoes حذاء مريح علما للعمل but لكن we are not shopping نحن لا نتسوق الآن نحن لا نتسوق الآن what are you doing وماذا تفعل وماذا تفعل هس راح نجي نشوف تفعل هس هنا ايش عدنا هنا ما عدنا طلابنا عزو هنا ما عدنا معلومات مهمة ما عدنا ان شاء الله تفيدنا لكن عدنا قواعد مهمة وهذا راح نشرح ان شاء الله في الثواني طيب ايش عدنا هنا عدنا ماذا تفعل في عطلة نهاية الاسبوع ايش عدنا انا اقضي الوقت هوم في البيت ايش عدنا انا اقوم بالتنظيف والغسل اعتقد ان هاي دكتورة مو طبيب اللي قاعد يحشي ايش عدنا انا العب مع اطفالي و انا ارى اصدقائي ايش عدنا انا اطبخ و انظف و احيانا اي بلاي تنس انا العب التنس و عندما اشعر بالماء بالتعب اي ريد او واش تي في انا اقرأ او اشاهد التلفزيون طيب ايش عدنا بهذا الموضوع عدنا بهذا الموضوع بس هنشوف وين نعم بهذا الموضوع اتنا قاعد يشرح النا الفرق بين المضارع البسيط اللي هو المضارع المضارع these days او nowadays اذا لقيتو هاي الشغلة معناها عدنا مضارع بسيط لكن مضارع مستمر اعرفها من النا و الات و الات و الات و الات و الات حاليا بقض اقرأنا بس النا تركزونا على النا طيب هس افتهم اذا لقينا مضارع بسيط اش راح نسوي راح ترحون للفاعل شنسوي بالفاعل هذا الفاعل اذا لقيته مفرد راح عما مضارع المضارع المستمر المضارع المستمر اذا لقينا ناو اذا لقينا ناو راح نروح للفاعل اللي هو في ذات جملة شميل الفاعل هذا الفاعل اذا لقيته اي راح تخلو لام بعدين طرحو لفعل увелич ان ع ان ج يعني ما افتهمنا هذه الوضعية نحن نأخذ بعض الامثلة مثلا هنا هذه الجملة نبيها now و احنا قلنا اذا لقينا now الروح للفاعل هذا الفاعل هذا الفاعل شي والفاعل الشي لازم نخلي لها is و منخلي is الروح للفاعل نخلي لها ing نعيد ما دام لقينا now ما دام لقينا now اذا الفاعل زائد ing اذا هذا هو الاختيار مالتنا رح يصير الجملة الثانية لقينا بها day everyday و احنا قلنا اذا لقينا everyday راح نروح للفاعل الفاعل هذا جمع ما دام الفعل جمع نحط الفعل المجرد اذا بس go و احنا قلنا ليش ما خلينا هاي are going ما يسمي خليها لما عندي now طيب الجملة الثانية عدي now و احنا قلنا اذا عدنا now هاي سنختار is watching لو or watching هنا عدنا جمع و ما دام هنا عدنا جمع ال we ال we ياخذ r و ال r يجوارها ing هذا هو المضارع البسيط والمضارع المستمر خلينا ناخذ بعض الامثلة الاخرى و بكت الله شوي خلاق يركزونه يعني مثلا اه 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 خطمه تمام اه 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 to school اه 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 ناخذ مثال شويه مبسط اه 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 مثال شويه مبسط اه 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 تابعي نعيد طالما عدنا فراح نخلي مثال آخر نخلي نخلي إز دوين هنا عدنا يوجولي طلابنا العزاء تأتي مع المضارع البسيط يعني نخلي داز ليش ما نخلي دوينج لا إحنا قلنا إذا عدنا ناو وأنا ما عندي ناو طيب نعتذر شوي الخطمه تمام هذا هو المضارع البسيط والمضارع المستمر طيب نرجع وين هناك جملة باحثة ألفنا عليها طلابنا العزاء هو الفرق بإلجتنا رسائل يقول ما افتهمنا الفرق بين الاند والبت راح نحاول نحاول مبسطها بطريقة أكثر وأسهل شنو هاي الطريقة هنا أنا عدنا الآن تأتي مع جملتين جملتين متشابهتين يعني نصنع شنو جملتين متشابهتين يعني مثبته أما البت تأتي مع جملتين هسر عاد قلي جملتين من فيه لا واحدة من فيه والأخرى مثبته شلون يعني يعني هاي جملة مثبتة وهاي جملة بها نفي يعني جملة مثبتة وجملة بها نفي راح نخلي لها البت طيب خلينا ناخذ كل الأمثلة هنا مثلا عدنا الجملة الثانية الجملة الثانية يقول أنا أكلت الدجاج على الغداء وأنا تناولته على العشاء يعني جملتين مثبتتين هاي مثبتة وهاي مثبتة مادام ثين هاي مثبتة راح نخلي الآن الجملة الوراها يقول الكثير من الأحذية مصنوعة من الجلد بعضها مصنوعة من المطاط إنها جملتين متشابهتين أيضا نخلي أنت لأنها مثبتة مريم تتكلم إنجليزي وهي تتكلم الفرنسية نخلي أنت جملتين متشابهتين مشتعل ونحن لا نشاهده نحن لا نشاهده هنا مثبتة وهنا عدنين فيها شوفوا هنا فيه هنا راح نخلي البط إذن إذا جلتنا جملتين جملة مثبتة وجملة منفية راح نخلي البط اثنين هن مثبتات نخلي أنت زينحس راح يسأل واحد اثنين هن منفية هذا كل حادث حديث يقول يستردي يقول يستردي وز كلاودي البارحة كانت غائمة وباردة it didn't rain لكنها لم تنطر هنا شوفوا من فيها وهنا مثبتة راح نخلي البط نحن نزرع الرز نحن نزرع الرز ونعن فانتي هي مزرعتنا نحن لا نشاهده فيجتابل نحن نشاهده واشوفوا هنا منفية بينما هذه جملة مثبتة إذا هاي موحدة مثبتة وحدة منفية راح نخلي البط يقول Will my cousin is in gray 6 بنعمي في الصف السادس I am 2 وأنا أيضا نحن عدنا جملتين مثبتات وراح نخلي الاند وبهيش فرق؟ رح تعرفون الفرق بين الاند والبت رح نعيد طلابنا الأعزاء نعيدها بشكل ونفصل عدنا مثلا الاند والبت شن الفرق بين الاند والبت الاند جملتين مثبتة الجملتين مثبتة لكن البت جملة مثبتة وجملة منفية هذا هو الفرق بين البت والاند على نعود طلابنا الأعزاء جميعا نعيدكم مشاركة في الفيديو ان شاء الله سوونا اعجاب سبسكرايب من السوالف حتى يوصل المعلومات لأكبرادة من الطلاب وأهلا وسهلا بكم ان شاء الله يتابعونا الدرس الجاي مع السلامة شكرا 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 شكرا